السلام عليكم مرحبا بالناس لو ميشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا يقولون لكم مرحبا بكم في قناة شوبر اديزاد اليوم الحصات تعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الأولمبي الوطني المغربي وين الكعبي ونصيري ورحيمي يتنافسون على المشاركة مع المغرب في أولمبياد باريز ان شاء الله ليكون مليح يروح ليكون مليح يروح يعني إذا كنت تبقى خيارات عند المدرب تبقى الخيارات هي عند المدرب غادي في لطاق غادي يدي واحد يعني هي أصلا في ثلاثة فوق ثلاثة وعشرين يديو ثلاثة أنا ما أكذب شعليكم مجمعا أنا فونسي بالقارديابونو والقارديابونو ولا لا دي فونس يكون أكراد يكون أشرب حاكيمي ويكون أعطاكم يعني كعبي ولا نصيري ولا راحيمي وحاكمي في الدفاع يعني ما اسمح لي أخويا ما عرف باللي غادي يروحوا بعيد 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 هذه وذكرت جريدة صباح المغربية أن الثلاثي المغربي أيوب الكعبي ويوسف نصيري وصفيان راحيمي يتنفسون على المشاركة في أولمبياد باريس الفين وربع وعشرين مع المنتخب الأولمبي ويمكن لأي منتخب ضم ثلاث لعبين فوق سنة وعشرين عام إلى قائمة الفريق المشارك في المسابقة كرة القدم في أولمبياد يقارعوا ويشوفوا فانيكرا أخر اسموه يا ربي تعريان إبراهيم عبد القادر دياز يمكن يكون صحيح ليقلهم واحد نف لعب صاريح ليقلهم يدو أكراد يدو بنوق الاعتذر ما زال ما بنستلقى انتاج القائمة نحن رأنا نعطوغي كما يقول لك نمد وجهة ناظر تعنا برك هذا مكان وأوضح التقارير أن المدرب المنتخب المغربي الأولمبي يفضل بين رحيمي والكعبي وانصيري لضم أحدهم للفريق المشارك في أولمبياد باريس الفين وربع وعشرين ويبحث يعني المدرب عن النجم يقود الخط الأمامي والوقوع في يعني حيرة بين رحيمي مهاجم العين الإماراتي وأيوب الكعبي مهاجم أولمبي كياكوس اليوناني ويوسف نصيري هداف إشبيلي إسباني يعني من قلوب اليوسف نصيري ويره المتابع يعني من نادي إنجليزي وينتظر أن يحسم المدرب طار في الثلاثي الذي سيرافق المنتخب إلى أولمبياد باريس كما تنص على ذلك القوانين الأولمبياد نهاية شهر جوان الجاري أو بداية جوليا المقبل على أبعد تقرير يعني وإنه لازم يرسلون قائمة ومن جهة أوضح الموقع البطولة المغربية أن الاتعاد الكرة المغربي سيحاول إقناع نادي ريال مادريد مجددا بالمشاركة إبراهيم عبدالقادر دياس مع المنتخب الأولمبي للأسود الأطلس في أولمبياد باريس 2024 ونقل تقرير الموقع البطولة ما كشفته جريدة الأس الإسبانية أن ريال مادريد يرفض السامح لدياس بالمشاركة برفقة المنتخب الأولمبي يعني لأولمبياد باريس 2024 المهم جريدة الإسبانية ذكرت أن قرار من دياس من المشاركة في الألعاب الأولمبية رفقة السود الأطلس يأتي بسبب غياب عدد من اللاعبين المشاركين في اليورو 2024 وكوبا أمريكا 2024 هذا الصيف يال يال الدور اللي راح مشارك فيه بزاف 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 خلال 96 لعاب الدور الإنجليزي عنده بزاف يعني لعابين راميلموا مع المنتخبات وحب 96 يعني لعاب يمثلوا البطولة الإنجليزية يلعبوا بطولة يلعبوا تنقل راحوا يلعبوا مع بلدانهم خاصة ريال مادريد وعندها لعاب يبزاف رامي يلعبوا في كاس أمم أوروبا ورامي يلعبوا في أوروبا يلعبوا كوبا أمري هذه ولذلك سيتواجد مع ريال مادريد يوم 18 لعاب فقط في بداية الفترة التحضيرات للموسم المقبل وأفاد التقارير موقع البطولة بأن الاتحاد الكرة المغربية لم يفقد الآمال وسيحاول مرة أخرى إقناع نهدي الملكي بالتخلي عن إبراهيم عبدالقادر الدياس وذلك كما فعلت مع ريال بيتيس وبيا ريال الذين قرر السامح لعبدالسامد سرزوري وإلياس الخموس بالمشاركة في أوليمبياد ويتواجد المنتخب المغربي ضمن مجموعة الثانية مع الأرجنطين أوكرانيا والعراق ستكون مباراة كبيرة ستكون مباراة كبيرة ستكون مباراة كبيرة ماذا أحدث على المغرب تونس والجزائر لا أحدث أحدث أعود التي تسيبني فيديو عبس 46 عام هوية اللاعبين فوق 23 سنة والذين سيدعمون كتيبة القائد عبدالسامد الزرزوري يعني خلال أوليمبياد باريس والتي تنطلق اعتبار من 26 سايك باريسامد بمتخبات بمتخبات بلدانهم يعني عدد من أندية حتى الأود خاصة في ظل رفض عدد من الأندية الأوروبية السامح لمحترفيها بالتحاق بالمتخبات بلدانهم ومن ظل الناجرية الماضية الإسبانية وحصل يعني حسب المعلومات اليوم على معلومات مؤكدة توفيد بأن رئيس الاتحاد المغربي لكوات القدم فوزي لقجع يجري مفاوضات حاليا مع رئيس النادي ريال مادريد الإسباني بيريس من أجل سامح للعاب إبراهيم عبدالقادر دياس صحب 24 عام في خوض أولمبياد باريس هذا الصيف برفقة المنتخب الأولمبي المغربي وكشفت مصادر بجياز الفن المنتخب المغربي الأولمبي يعني أن رئيس الاتحاد المغربي لكوات القدم فوزي لقجع يراهن على علاقته الجيدة بالاتحاد الإسباني ورئيس نادي ريال مادريد بيريس والتي تطورت أكثر بعد الإعلان تنظيم مسترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتيغال وذلك بغر السامح للعاب إبراهيم دياس بخوض الألعاب الأولمبية دون استبعاد احتمال زيارة المدير الفني المنتخب الأنسود الأطلس وليد الرقراغي إلى مدينة مادريد الأسبوع المقبل لمحاولة إقناع مسؤولين نادي الملكي رأيك تشوف هذه نقولها ونعودها رأيك مدرب الأول يبحث على المدرب الثاني تعالي الأولمبية لكي ينجح نحن في وقت ماضى هنا في الجزائر في وقت ماضى يعني مدرب أخداخر ينجح ممنوع لازم ما ينجحش لازم يكون واحد برك ينجح واحد برك نجح هذه هي حنا العاطفة هي اللي خلاتنا التوالى الناس مكاش عاطفة أكتش وقال ناس تخدم كيتكون قال ناس تخدم أنا يجي لها قاعدة في رأسك كيت سيبقال تخدم تتعب توصل توصل والله العظيم ولا بعد حين توصل توصل خاتش ربي يكرمك بالعمل والنية تاعك في العمل ربي يكرمك والله العظيم يكرمك ويفرحك خاتش عليه تتعب على ذلك حاجة بصح إلا ما تقعب تراجل تأكل الناس تخدم عليك ما تدير ولا أخبه والله حين ما تديرها أنا أقول لك والله حين ما تديرها لازم تخدم لازم تتعب لازم توصل توصل ونية هذه عظيمها سهلة ما هي سهلة صحب عمرنا تجيب السهل أخويا لازم تتعب عليها أنا أقول لها لك لازم تتعب باش توصل أخويا ما تنسوش أعطونا جيم كومنتر ومpartاجونا اللي فيديو التي وعنا وإن شاء الله دايمن معكم بجديد ويمشي أبوني أبوني معنا ما تنسوش تفعيل الجارس صحي تخوتي ترجمة نانسي قنقر